بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي تلميس سنة ربعة يلا نروح مع بعض لشرح درس الخلية وأنواعها خلية حيوانية ونباتية وتدريبات عليهم كمان أول سؤال معنا بيقول لي وحدة بناء جسم الكائن الحي هو مين؟ أقول له عرفها وحدة البناء تبقى الخلية من غير ما نحدد طب لو قال لي وحدة بناء جسم الحيوان بدام حدد الحيوان يبقى دي مفهوم مين؟ مفهوم الخلية الحيوانية طب لو قال لي وحدة بناء جسم النبات أقول له انت حددت للنبات يبقى الخلية النباتية واحدة ما حددش واثنين حدد السؤال اللي بعده أنواع الخلية خلية إيه وخلية إيه؟ أقول له لسه أيلينها خلية حيوانية وخلية نباتية طب يا ترى إيه واجه التشابه بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية؟ إيه الحاجة المقررة هنا وهنا أقول له اللي اتنين عندهم نمر واحد غشاء بلازمي اللي هو الغطى والإطار الخارجي طب إيه كمان أنواع موجودة هنا وموجودة هنا طب وإيه كمان؟ سائل الخلية اللي هو اسمه السيتو بلازم يبقى الثلاث حاجات المشتركين إنه واو السيتو بلازم والغشاء البي لازمي ونكمل أسئلتنا يا ترى إيه أهم ما يميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية؟ يعني النباتية عندها إزيادة أقول له نمر واحد عندها الجدار الخلوي الإطار الخارجي القوي السميك اللي بيحدد شكلها طب وإيه كمان تاني موجود في النباتية؟ مش موجود في الحيوانية أقول له الفجوة العصرية طب وإيه كمان موجود البلاستيدات الخضراء واللي ربنا سبحانه وتعالى خلاءها بس في الخلايا النباتية علشان تقصي بالنبات اللون الأخضر وعشان تمتص الطاقة الضوئية من الشمس معلومة تانية من أهم أعضاء النبات إحنا عارفين النبات ما فيهوش أجهزة ولكن جسمه بيتكون من أعضاء طب من العضو اللي تحت الأرض؟ الجزر طب من الأنبوب العلوية؟ الساق طب من الساق ده بيخرج منه أفرع؟ بها مين؟ الأوراق والأزهار والثمار والبراعم يبقى الجزر والساق والأوراق وأعضاء النبات طب يديني مثال لنسيك في النبات أقول له من أمثلة الأنسجة في النبات مين؟ بشرق أوراق البصل دي أمثلة للأنسجة ونشوف السؤال اللي بعده حزر فزر لو مجموعة خلايا متشابهة اتعاونت مع بعضها تكون مين؟ أقول له تكون النسيج لأن النسيج مجموعة خلايا متشابهة طب لو مجموعة أنسجة متمثلة أو مختلفة تعاونت معا يبقى تكون مين؟ أقول له تكون العضو العضو مجموعة أنسجة طب لو الأعضاء دي تعاونت واتحدت معا تكون مين؟ تكون الجهاز علشان كده يا شطار يتكون جسم الإنسان من مجموعة منين؟ من الأجهزة التي تتعاون معا من أجل استمرار مين؟ من أجل استمرار الحياة طب الخلايا لو كونت مع بعضها تعمل مين؟ أقول له تعمل أنسجة والأنسجة لو تعاونت تعمل مين؟ أقول له تعمل أعضاء والأعضاء لو تعاونت تعمل إيه؟ تكون أجهزة والأجهزة لو اتحدت تكون مين؟ خلاص بقى بقى جسم الكائن الحي هذا التسلسل عرفوا العلماء باسم جميل مستوى التعضي في الكائنات الحية يعني تسلسل من الأصغر للأكبر وممكن أعكسه شريحا لبعدها يترى من وظائف النواة بتعمل النواة أقول له النواة وظفتها تنظم العمليات الحيوية في الخالية قل كده كمان تانية مستر تنظم العمليات الحيوية في الخالية مش بس كده ومسؤولة عن انقسامها يبقى عملية الانقسام والتقاثر تخص النواة طب السيتو بلازم بيعمل إيه؟ ده السائل اللي ما للفراغ يبقى نقول بيعمل إيه؟ يملأ فراغ الخالية بس كده لا وتتم به العمليات الحيوية نقول تاني ما وظيفة السيتو بلازم يا شطار يملأ فراغ الخالية وتتم به العمليات الحيوية طب الغشاء البلازم اللي هو الإطار بيعمل إيه؟ أقول له ده بيحوط على من؟ على الخالية ومحوط على السيتو بلازم يبقى نقول إيه يا أولاد؟ يحيط بالخالية وإيه كمان؟ ويحيط بالسيتو بلازم يبقى هو اللي حميهم وهو اللي عمل إطار عليهم يبقى يحيط بالخالية ويحيط بالسيتو بلازم طب التانية عامل زي البواب يتحكم في المواد التي تدخل وتخرج تدخل وتخرج يبقى الغشاء البلازم لغة زفطين يحيط بالخالية ويحيط بالسيتو بلازم ويتحكم في المواد التي تدخل وتخرج اللي بعده حزر فزر عضيات صغيرة تنتشر في سيتو بلازم الخالية من دي أول ما تلاقي كلمة عضيات صغيرة وانت مغمض قول بلاستيدات خضراء ودعي المستر حامد لإني ناس كتير وأولاد كتير ما بعرفوهاش طب وظفتها ايه من اسمها بلاستيدات خضراء يبقى مسؤولة عن اللون الأخضر في النبات مسؤولة عن اللون الأخضر في النبات أدي الأولى طيب غير التلوين ايه كمان ربنا جعلها سبب في إنها تمتص الطاقة الضوئية من الشمس طب ودي ايه هتفيده في ايه هتفيده في تكوين غزاء النبات بعملية البناء الضوئي طب وظيفة الجدار الخلوي القوي السميك اللي على الخلية النباتية ده بيعمل ايه يحدد شكل الخلية يحدد شكل الخلية ويحميها من الخارج لإنه قوي وسميك طيب عند فحص الخلية النباتية والحيوانية لا ترى إلا بال لا ترى بالإيه لا ترى بالعين المجرد عينينا ما تشوفهاش يمكن رؤيتها بمين بالعدسة المكبرة أو بمين أو بالميكروسكوب اللي هو وسيلة التكبير والتوضيع الكائنات وحيدة الخلية ايه تعريف الكائن وحيد الخلية هي كائنات تتكون من خلية واحدة جسمها كله بيتكون من خلية واحدة وهو نموزج متكامل الكائن وحيد الخلية يقول عليه كائن ايه متكامل له القدرة على القيام بكل مين بكل الوظائف الحيوية طيب الخلية بتمثل وحدة ايه اقول له وحدة بناء ووحدة ايه وظيفة في الكائنات الحية طب من أمثلة الكائنات وحيدة الخلية أمثلتها زي مين اقول له زي فطر الخميرة جسمه كله خلية واحدة وبعد أنواع مين بعض أنواع البكتيريا طب فطر الخميرة يدخل في صناعة أقول له الخبز وصناعة الكحل طب بعض الكائنات وحيدة الخلية ايه و ايه اقول له في منها النافع وفي منها الضار خلي بالك في السؤال نجي للرسوم الشكل الذي أمامك يمثل مين اقول له بيمثل الخلية الحيوانية طب رقم واحدة دمشاور على مين ددي النواة طب رقم اتنين مشاور على مين دمشاور على السائل يبقى السيت بلازم طب رقم ثلاثة اهي دمشاور على الغطى الخارجي اللي اسمه غشاء بلازمي طب رقم اربعة دمشاور على الدوائر الصغيرة ددي فجوات ايه فجوات صغيرة ونشوف شريحة تانية الشكل الذي امامك يوضح مين اقول له يوضح الخلية النباتية طب اكتب البيانات رقم واحد مشاور على الاطار الخارجي للنباتية يبقى جدار خلوي رقم اتنين البيضة الكبيرة دي ددي فجوة عصارية نباتية رقم ثلاثة اقول له دي النواة طب رقم اربعة لشبه البيضة دي ددي بلاستيدات خضراء كده جبنا المكونات ونروح لاخر شريحة معانا واسم الشكل يمثل فطر الخاميرة طب رقم واحد مشاور على الغطى يبقى ده جدار خلوي ما عندهاش غشاء بلازمي طب رقم اتنين اهي دي مين برافو عليك دي فجوة كبيرة طيب رقم ثلاثة اهي مشاور على مين مشاور على سائل الخلية يبقى ده السايتوبلازم طب رقم اربعة فين اربعة اهي مشاور على النواة واخر سؤال يدخل فطر الخميرة في صناعة اقول له في صناعة الخبز وصناعة الكحل بكده يا ولاد خلصت حلقتنا على درس الخلية الحيوانية والنباتية وفطر الخميرة واللي غطينا بها تدريبات مهمة جدا وجميلة غطت الدرس يا رب الدرس يكون عجبك شير في الخير خل الكل يستفيد صالح دعوكم مستر حامد البيومي